البيانات الوصفية بيانات فيها صفات يا ولاد زي اللون المفضل ناخد الاجابة جيم بيانات وصفية الصور رقم اتنين عدل التلاميذ في مخطط التمثيل بالنقاط المقابل يساوي كم تلميذ نعد النقاط الموجودة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر يبقى هنا هختار اتناشر عدلت النقاط اللي بيتمثل عدل التلاميذ هختار اتناشر السؤال بعده هنا بيقول لي الوسيط لمجموعة من البيانات يبقى لازم نرتب تصعوديا القيم الموجودة وبعدين نختلف المسأو نرتب تنازليا ماشي يبقى عشان تجيب الوسيط لازم ترتب الاول اما تصعودي اما تنازل هنرتب من الصغير الكبير يا ولاد يبقى ناخد هنا الاتنين وبعدين التلاتة في اتنين كمان يا ولاد المتقرر بالكتب يعني الاتنين موجودة ركز معايا الاتنين موجودة مرتين وبعدين تلاتة وبعدين خمسة وبعدين سبعة وبعدين تمانية وبعدين تسعة ناخد اللي في النص بقى نحزف رقم مع رقم ورقم مع رقم ورقم مع رقم يبقى امين الوسيط هيطلع معنا بكام يا ولاد ها بخمسة شايف هنا كده السؤال اللي بعده رقم اتنين السؤال التاني رقم واحد يقول لي عدد الاخوة من البيانات نقط ما تجيب عدد الاخوة دي بيانات فيها عدده يبقى بيانات عددية يبقى اول واحدة هتكتب كلمة عددية دي بيانات عددية رقم اتنين الوسيط للقيم عشان اجيب الوسيط لازم ارتب ترتيب تصعودي او تنازلي واخد اللي في النص يبقى اما اجي رتب هنا هو مكاتب الاول اللي اتنين وبعدين التلاتة بعدين الخمسة وبعدين اه السبعة وبعدين السبعة وبعدين التباديل يبقى الوسيط هنا مين هاحذف رقم مع رقم ورقم مع رقم يبقى قال الخمسة والسبعة اقوم جميعهم واقسم على الاتنين يبقى الوسيط خمسة زي السبعة على ايه على اتنين بقى اتنشرة على اتنين فيها كام فاستة طيب السؤال اللي بعده الربع التالت في مخطط السندوق. يمثل المخاطط للخطط السندوق اهو مسلا هنا الوسيط. لو عايز في المسألة بقول لك هنا الربيع التالت. هذا ربع التالت. ده بيمثل ايه اولاد هنا بقول عليه ايه. وقال عليه الربيع العلوي. يبقى الربع التالت في مخاطط السندوق يمثل ربع العلوي. نكتب في النقط هنا. رقم اربعة. المخاطط البيان المناسب لتمثيل عدد كبير جداً من البيانات من استخدم المدرج التكري السؤال الاول هل تحب الفاكهة ده سؤال غير احصائي ده سؤال ايه اولاد غير احصائي تمام بقى اول واحدة هل تحب الفاكهة اقول ده سؤال ايه غير احصائي طيب ما عدد اخوة كل تلامس في الفصل ده سؤال احصائي لان انت بتعمل مقارنات بنتلامسه بعضها وبتطلع على الاحصائيات ما اسم مدرستك طبعا سؤال غير احصائي السؤال الرابع مع عدد الاصدقاء عند كل تلمس في الفصل ده برضو سؤال احصائي ان انت بتقارن انت لمسه بعضها كلها سؤال خمسة مع عدد احرف اسمك ده سؤال غير احصائي السؤال الرابع واحز البيانات التالية واكمل ثم مس البيانات باستخدام مخطط الصندوق جاب البيانات واللي استخدام مخطط الصندوق في الحل احنا اتفقنا اول شيء بنعمله يا ولاد ان احنا بنجيب الوسيط للقيم الموجودة عشان نقدر ان احنا نطلع الحد الادنى والحد الاقصى ونقدر نحسب الربع اه الاول اللي هو الربع اللي عندي يا ولاد الاول وبعدين الربع العلوي او ربع السفلي والربع العلوي طيب تعال او انت بتحل تركز عشان ما تلخبرش بس تركز معا كده هنتطلع الارقام اللي عندنا ترتيب تصعودي مسلا هنا الصفر شوف الصفر مكرر لأ الاتنين الاتنين موجودة معنا تمام هل في اتنين تانية ايوة الاتنين وارا اتنين نركز عشان لو نسينا حاجة وبعدين التلاتة مش موجودة لأ موجودة هالتلاتة واحدة الاربعة موجودة مرة مرتين اربعة مرتين وعند الخمسة مرة مرتين خمسة موجودة مرتين وبعدين الستة مرة السبعة بكر كده معايا فين السبعة السبعة موجودة هالتلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمسة عشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اتناشر في تمانية كمان لسه يا ولاد اه لسه في تمانية تمانية كم مرة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة يبقى الصفر هالجلاء واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اتناشر 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 بعتاشر طب هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احبارشة اشتاة تشر بقى عشر كمستاشر. في واحد كمان اهو يا ولاد ما كتبناش في الاول. تمام? كده كتبنا كل الطيام. تعال بقى نطلع الوسيط ده مفتاح حالة للمسألة. يبقى هحزف رقم مع رقم. رقم مع رقم. رقم مع رقم. رقم مع رقم. سبعة مع التلاتة والستة مع اربعة والخمسة مع الوسيط هيطلع بكام? بخمسة. يبقى الوسيط. بعد كده بتاخد الجزء ده كله عشان طلع من الربع السفلي. طب من اللي في النص هنا احزف الاربعة مع السفر والاربعة مع الواحد والتلاتة مع الاتنين. يبقى طلبت معنا هنا ايه? هم? الاتنين. يبقى ده الاتنين ده. وبرع من الربع السفلي. وهنا برضو تاخد المجموعة دي. واخد اللي في النص تحزف رقم مع رقم. ورقم مع رقم مع رقم مع رقم. سبعة. الربع العلوي. اللي في عندي هنا. الربع السفلي. والربع العلوي. وهنا الصفر. الحد الادنى. الحد. ادنى. والتمانية بتكون الحد الاقصى. التمانية اللي هي الحد يا ولاد الاقصى. فاهمين كده? يبقى انت جبت الحد الادنى والربع السفلي والوسيط. والربع العلوي والحد الاقصى. تمام? بعد كده بنمثل مخطط السندوق بتاعنا على خط الاعداد اقل بقيمة صفر واعلى قيمة كانت تمانية صفر واحد اتنين تلاتة اربعة تمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. وهكذا. هتحط نقطة عند الصفر. ونقطة عند التمانية. فين التمانية? تمانية هنا. والسندوق يبدأ من اول الربع السفلي الولي اتنين. كده. وينتهت حد مين? لحد السبا. يبقى انت كده عملت الصندوق اهو. ووصلت. كده. والوسيط طلع بخمسة. عند كده خلصت ايه? السؤال. تمام? ومثلته بايني. فهمته? يبقى لاجيبات بتاعتك تجلق بها بقى. اه ادنى القيمة اللي هي خمسة. نكتب هنا خمسة. مفهم كده يا ولاد? تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا اوجد الوسيط رقم. السؤال اللي بعده برقم خمسة الوسيط لازم بردت بالقيم صعوري او تنازولي. هاخد الاتنين بعدين الاتنين اصغر القيمة. والخمسة. وبعدين الستة. وبعدين التمانية. وبعدين التلاتاشر. احزف رقم مع رقم ورقم مع رقم يبقى الخمسة والستة. دول مجموعة حداشر. اقسهم على الاتنين يبقى الوسيط. هيساوي خمسة زي الستة على الاتنين. يبقى احداشر على الاتنين فهي كان خمسة ونص يبقى الوسيط. طلع خمسة ونص ده قيمة الوسيط.